أفادت تأمباء من أسواق طهران بتراجع سعر العملة المحلية الإيرانية مجدداً أمام سعر الدولار والذهب عقب خطاب روحاني في البرلمان الإيراني مباشرة ووفقاً لموقع نقابة صاغة الذهب والمجوهرات فقد وصل سعر الدولار إلى 110 ألاف ريال إيراني أي ما يعادل 11 ألف تومان في التعاملات بسوق الصيرفة بينما تخطط المسكوكة الذهبية سعر 40 مليون ريال ولم يقتنع 70% من أعضاء مجلس الشورى للنظام بأجوبة روحاني خلال جلسة طرح الأسئلة عليه ومثلثاء حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب وبذلك تحال القضية إلى القضاء للبت بها بحسب وسائل إعلام حكومية إيرانية